انظروا يا دماء الحود شكل مشكلته الشهر ده مادة فقط فقط فلوس احنا عايزين فلوس ايوه دي حايا دي حايا انظروا بك جميل الحود حاشو عمنا زي دلوقتي بالنسبة على الحتان اللي كانوا الفترة السابقة بمروا بمروا بين مشاكل لفسية او مشاكل صحية تعبانين وزعدانين في حالة خمول مفيش حركة الحود بيصحصح ومفوق وفعلا نحس في الطاقة دي فيه صحوة كده تحسوني نشيطة مفوق ومصحصح عايز ينجز حاجات كمان سيما قلنا لو كان تعبان او بيعني من حاجة فانشريف ان شاء الله انه هو بيتعافة تماما الحاجة ده كمان معنى حاجة انه لو كان فيه حاجة في ذكريات الحود حاجة كانت بتقلمه وبتدلق وبتزعله فهو زي ما تقولوا خلاص اخد الصفحة دي وما بقاش يفكر فيها ولا بقت بتقلمه خلاص يعني الحاجة كانت مزعله قبل كده بتوجعه بكل ما يفتكرها ازعل لا خلاص ما بقاش بيزعله تماما طيب ايه اللي نفسه فيه الحود؟ فلوس بس عايز فلوس كأنه الفترة دي مركز جدا المادية ازاي انه هو يحسن او يخلي الحالة المادية بتاعته على اقل حالة مستقرة مش بنكلم في صراء يعني بس على اقل مستقرة والدنيا ماشية تماما دي الحاجة اللي بيتمناها الحود ونطفها ايه الحاجة الممكن تساعدك يا برج الحود؟ الهدف الهدف ومش بس الهدف بصه وعمل ازاي ده بيسابق بيسابق الريح تحرك عايز تعمل تلوس او عايز تحسن او تخلي حالتك المادية مستقرة اجري اسعى جامد ما توقفش استغل الطاقة الفوء اللي جات لك دي اللي هو ايه ده هو انا بعمل ايه هو انا ما بعملش ليه فيبتدي يعمل فيبتدي يحط هدف فبيسعاله بسرعة جدا ومش بس بسرعة جدا الكارت ده هو الطريق مش ممهد على فكرة هو بيعافر مش سهل يعني الطريق مستهل فا استعد انه لما ديلك عكوسات او عقبات مش لا خلاص مش لاعب لا هتحدى كارت ده في تحدي انك انت هتتحدى الظروف او الحاجات اللي ممكن تقف وشك تمام طيب ايه الحاجات اللي بتعوق الحود برضو المادة دي الحاجات اللي موقفات كأنه عايز يعمل حاجات كتير بس المادة واقفة معين حاسنه هو مادية مش مش مسك نفسه انه الحلال مادية مش احسن حاجة كأنه عايز يعمل مشروع يمكن عايز يعمل حاجة او يعمل استثمار في حاجة معينة والفلوس مؤثرة معين دي التحديات اللي عبد بورج الحود الحود كمان يعني خلينا برضو نقول النصيحة بتاعت الكارت هو كمان حاسس انه هو عايز زق عايز يعني سأل ربنا ربنا يديله دفع او يلهمه حاجة يعني كأنه التحديات كمان اللي عنده انه نفسه في حاجة كده تمان تجيله من غير مامز المجهود هدايا من ربنا طيب مش بعيد مش حاجة بعيدة على ربنا اول حاجة محتاج تدعي كتير جدا وتاني حاجة محتاج تسعى بس واسيب الموضوع بقى خلاص ترمت دعيت وطلبت من ربنا وسعيت يعني المسألة مسألة وقت مش ركتر من جدا تمام ايه النتائج المتوقعة تحصل عند جرج الحود؟ بص له كارتة ده هو في معنى العادي خناءة بس دي مش خناءة انا شايفاها منافسة شديدة عند جرج الحود لو انت كنت برر المنافسة الفترة اللي فات ساعيك اوكي واجتهادك رجام الده والتحدي اللي انت فيه اوصلك لمرحلة منافسة الناس بيينفسوك شوفوا بيعمل ايه بصو 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 ازاي بصو عين ازاي مثلا حاجة زي كده في حالة منافسة وممكن يبقى فيه شوات قحقاض بس خلينا عارفين ان اللي بيحصل معا كده ده شكل من اشكال النجاح على فكرة انت خلاص بتسمع والناس ابتدت تغير منا وتبتدت تغير من نجاح وكمان بمتوقع فرصة مهمة جدا بتيجي بوجل الحود يا رب فرصة الحود بيحط فيها كل امكانياته وامكانياته كتير قوي قوي ما شاء الله بصو دول معاه الاربع عناصر بتاعه التعوى الكوباية العصب الدرهم والسيف الزكاء المشاعر القوة وكمان المادة فهتجيلك فرصة باذن الله لو مشيت بالرتم ده كده انك نسعى لنفسنا بفوق انا فين انا بعمل ايه او انا ما بعملش ده ليه تمام نبتدي نسعى ونكتهد جميل جدا جدا هتوصل لفرصة اللي انت عايزة لتحقق بيها ان شاء الله نفسك وتوصل فيها النتيجة كويسة جدا جدا طبعا الحالة المادية يعني خلينا نقول احنا ممكن اتوقعها من عند الحوت بس خلينا نشوف ممكن دي تكون الحالة تكون كويسة بس الحوت نفسه مثلا في حالة احسن دعنا نشوف الحوت مادية من اخباره ايه وصحيا اخباره ايه مادية مش مستقر او خلينا نقول اللي جاي رايح يعني يبيه هو عارف رايح فيه نقطع خطة للصرف يا برج الحوت نقطع خطة كويسة محكمة كده للصرف عشان الامور ما تفردش مننا صحيا كويس وعندي شايفة كمان انه الصحة النفسية عنده حلوة تمام وفيها نوع شكل من اشكال البدايات الجديدة فلا فعلا فيه معافية عند الحوت وفيه صحوة حلوة جدا جدا ما شاء الله القرية كويسة استعد الفترة لو انت اكتهت يا برج الحوت فيها منافسة كويسة جدا جدا متحديات القراءة العطفية لبرج الحوت واحد هكذا سلطول اعني هيدي سلطول اعني هيدي سلطول اعني هيدي سلطول اعني طيب حل الحوت عامل الزيت دلوقتي اعطي فيه مش مش في العموم اعطي فيه حزين على العموم حزين نجمال وحيد فيه هنا طاقة يعني مش كويسة خاصة الحوت كأنه الاغلب شايفة ان هو ممكن يكون حاسس بوحدة او حاسس ان هو يعني خزل بشكل ما حاسس ان هو اتخزل تماما فزي ما قلنا انتو اللي هتختارو وانتو اللي عارفين حالتكو عاملة ازاي اما حالة خيبة امل انا يعني اديت في العلاقه دي كتير وفي الاخر ما خدتش حاجة عنده حيالة واحدة شريك ومسلا مشغول عنه فحاسس بوحدة حاسس ان هو وحيد بس طيب شريك الحوت حالته عاملت ازاي والله يعني ما يفرقش عاملت كتير لا بس انت اكيد حالتك اسوب يعني لو كان الموضوع فيه هنشوف دلوقتي هتبان معنا القراءة اكتر اه شريكك برضو شايف ان هو بازل مجهود كتير وان دكتير وقت العلاقه بس ما وصلش للنتيجة اللي هو عايزها انت ما وصلش لحاجة انت بالنسبة لك بالنسبة للحوت انا وصلش لحاجة خاص انا الواحدة يتماما تماما شريكك احسن منك شوية انا بازلت مجهود جامد قوي بس ما وصلتش للنتيجة اللي انا عايزها او اللي انا كنت متوقع فاحنا متفقين عن نقطة دي الشريك الحوت والحوت متفقين عن نقطة دي احنا بني بدي كتير قوي في العلاقة دي بس ما بنوصلش الحاجة ماشي الحوت عايز اي لا الحوت عايز حب وعايز مشاعر لو العلاقة دي لسه ما وصلتش لمرحلة الارتباط الرسمي او الاستقرار يعني فعايز انه شريكو يقدم له حب لو هي بنت انه هو يتقدم مسلا بشكل رسمي لو هو ولد ان البنت برضو تدينه شوية مشاعر توريله انا عايزاك مسلا فهو هنا الحوت عايز مشاعر وانتو عارفين الحوت عبارة عن سفانج يعني سفانجا كده بيترغز على المشاعر اوكي شريك الحوت عايز ايه؟ هو عايز يعمل عملية اصلاح في العلاقة او هو شايف ان العلاقة فيها شوية ريوب هو بيفكر شكله بشكل عملي شوية في حاجات لازم تتزوط في حاجات لازم نبتدي نطورها شوية او ان احنا نصلحها تمام؟ فهو عنده نية الاصلاح الموضوع مش مخلصش موضوع مش خالصان لسه موصلتوش فيه نتايج تماما تماما الحوت شايف شريكه ازاي؟ شايف انه هو مش بيقايم المواقف صح وشايف انه هو شايف انه هو شريك الحوت شايف انه هو مش بيقايم المواقف صح شايف انه هو بيخاف او زيال عن اللزوم او انه هو ما بياخدش خاطره ما بياخدش خاطره ده واحد بصه متربط واقف ما كانه ما بتحرقش فالحوت شايف شريكه انه هو يعني فيه شكل من اشكال السلبية وشكل من اشكال الفزع غير مبرر انا خايف انا خايف انا خايف يا ابني خايف من اين؟ فنبتدي نوع نتكلم مع بعض شريك الحوت شايفه ازاي؟ شايف حد قريد جدا من قلبه حد يعني عزيز عليه جدا ويكاد يقول يعني كأنه متربط معاه من كتر مالهيمة بينهم مواده او شايف منه كل حب ده شخص شايف من حد حب دايما بيديله حب بيديله مشاعر فصورة كويسة جدا فخليني اقول لك يا برج الحوت يعني شكل العطافي بتاعك وصل للشركة كويسة اوه هو واخد جرعة كويسة جدا خلاص يعني حول ما تزويدش عن كده لان شركة بيفكر بشكل عملي اكتر منك تمام؟ هو بيتكلم في خطوات 1-2-3 عايزين نصلح كذا 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 وانت واخد الموضوع بشكل درامي شوية انه لا ده ما بتهيش حاجة خالص خلينا حقانين الحوت بيأفور حاجات كتيرة جدا والحاجة بتبقى مثلا اتنين في المية هو بيشوفها سبعين في المية بيأفور قبل فادي صورة واقعية للموضوع واتصرف على اساسها تمام؟ ما اختلفناش انه فيه مشكلة لكن مش بالسوق ده هي مش بالسوق ده تمام؟ الطاقة ما بين الحوت وشريكو عاملة ازاي انا شايفة انه هي فيها حالة حصاد ده الكارت ده بيوحي بالحصاد انه اللي انتو شايفين ان انتو محصدتهوش من العلاقة او التوقعات اللي انتو بتوقعنها من العلاقة وشايفين ان هي جات اقل تمام؟ او مجاتش خالص فلا هي جات او هي جاية في الطريق في حصاد لأ هتتأكد ابو بالحوت انت وش ريكك انه لأ الوقت اللي انا بزلته واديته للعلاقة دي ما رحش على الارض لا ما رحش على الارض خالص تمام؟ نستهدب الله ونستنى الحصاد جاي مفيش مشكلة كل الحكاية انه ممكن يكون فيه يعني ممكن تكارت ده بيوحيين انه عايز نتاج دلوقتي عايز الحصاد دلوقتي حالة لا هتحسو بس في وقته يعني انه مثلا تحتاج لشريكك في حاجة لأ هتلاقيه بجنبك ومسانده كويس جدا ونفس الحكاية لشريكة الحوت بس النصيحة اللي هتبحو لك يا بورج الحوت من خف مشاعر وحب شوية تمام؟ ايه الحاجة اللي يور بيها لأحوت وشريكه الشهر ده؟ خبر حلم بيسمعوا الحوت وشريكه خبر تانوا مستنيينه لعن لو عسل يكون ده الحصاد اللي انا بنتكلم عليه الحاجة اللي مستنيها الحوت من شريكه هيحسها والحاجة اللي مستنيها شريك الحوت من الحوت هيحسها وحيشوفها واعتقد ان الحاجة اللي هو مستنيها منك شريكك يا بورج الحوت هي تغيير في نقطة معينة في حاجة الشريك كان بيلح عليك ان انت تبتدي تعديلها او تصلحها في نفسك وانت بتبتدي بالفعل تقوم بالفعل ترجمة نانسي قنقر